بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم الإمام الشافعي هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان إلى نسبه الذي يصل إلى يزيد ابن هاشم ابن المطالب ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب وبيجتمع النسب بتاع الشافعي مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في عبد مناف اتولد الإمام الشافعي بغزة عام 150 هجرية انتقلت بي وسفرت بي والدته إلى مكة المكرمة وكان عمره ساعتها سنتين حافظ القرآن الكريم وهو عنده سبع سنوات وحافظ الموطأ وهو عنده عشر سنين يعني شوفوا التبكير القرآن خلصه في سبع سنوات والموطأ خلصه عنده عشر سنين حفظا وبعد كده أخذ يطلب العلم في مكة المكرمة حتى أذن له بالفتية يعني علماء زمانه أذنوا للإمام الشافعي بأنه يقوم بالإفتاء وهو كان فتى دون عشرين سنة رحمه الله رضي الله عنه هاجر الإمام الشافعي إلى المدينة المنورة طلبا للعلم عند مين؟ عند الإمام مالك ابن أنس يعني شفتوا العلماء كانوا بيرتحلوا من مكانه ومولود في غزة ربنا يفك أسرها ويفك الكرب الذي هي فيه اللهم أمين يا رب العالمين وسائر بلادنا جميعا تولد في غزة وبعد كده لما كبروا وحفظوا وبعد كده راح ارتحل إلى المدينة مخصوص عشان يتعلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عشان كده الإمام الشافعي له صوالات وجولات في علم الحديث وله مؤلفات دقيقة في هذا الباب كل ده جهد مش قام بيه بس هذا الجيل الأجيال حتى اللي جات بعد كده من علماء الحديث الجهد بتاعهم قام على من سبقهم هكذا كل جيل من أهل العلم بيسلم الجيل الذي يليه فهو حاب يروح للإمام مالك ابن أنس ويأخذ عنهم مباشرة وبعد كده ارتحل إلى اليمن وعمل فيها ثم ارتحل إلى بغداد سنة 184 هجرية وطلب العلم فيها برضو عند القاضي محمد بن الحسن الشيباني يبقى اللي بيدرس العلم كان لغة الزمان وحال ذلك الزمان عشان الناس اللي عملت التكلم بجاهل النهاردة وتقول لا ده ما فيش ده ما كانش فيه مدرس علمية ده كانوا بيسفروا رحلات طويلة من أجل طلب الحديث الواحد ومنهم اللي بيسافر ليمكث ويجلس تحت قدم المعلم ليتعلم العلم وها هو الإمام الشافعي يطلب الحديث والفقه راح المدينة عشان يطلبها من الإمام مالك إمام دار الهجرة سافر بعد كده عشان يطلب من غيره من العلماء وأخذ هو في مرحلة ما كان في العراق يدرس المذهب الحنفي وبكده اجتمع للإمام الشافعي فقه الحجاز اللي هو المذهب المالكي وفقه العراق اللي هو المذهب الحنفي عقلية الإمام الشافعي عقلية مش عادية وده تأييد الله تعالى لدينه بأهل العلم عشان كده اللي بيتكلم إنه إحنا نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة جهلوا هذا التأييد لم يفقه أن الله سبحانه وتعالى كما هو ناصر النبيه الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك ينصر سنته بأنه يبعث هؤلاء العلماء الكرام والأوقات اللي ظهروا فيها في هذا الزمان المبكر تدل على ذلك ودي القراءة الدقيقة في التاريخ الإسلامي الإمام الشافعي اجتمع له فقه الحجاز وفقه العراق المذهب المالكي والمذهب الحنفي وأخذ هو الفقه والعلم واجتمع له علم أهل الرأي الجماعة بتوع المذهب الحنفي وكذلك علم أهل الحديث الإمام مالك الذي كذلك ذهب إليه ليطلب العلم منه وتصرف في كل ده وفكر وأجاد وزاكر وقام بالحفظ والبحث والتنقيب حتى بدأ أنه ربنا فتح على دين الإمام الشافعي أنه يؤصل لمناهج علمية كده بيتطور معانا الفقه والحديث بدأ يؤصل الأصول ويقاعد القواعد العلمية اللي تضبط منهج طالب العلم وعشان كده لما بتيجي تقرأ في سيرة الإمام الشافعي تجد أنه أذعا له الموافق والمخالف أكيد كان ضده حقد كتير لكن علمه كان غزير وأنه يعني يشرب المذهب المالكي والحنفي وبعد كده يخرج بعد ذلك يعني هذا الشراب السائغ للشاربين هذا العلم العظيم هذا التأصيل العلمي اللي ظهر على إيد الإمام الشافعي واللي اشتهر بسبب ده أمره ذع صيته وعلى ذكره وارتفع قدره وكان أهل العلم أهل زمانه يجلوه وكذلك الأزمان التي تلت وجود الإمام الشافعي بعد فترته دي في العراق رجع عاد الإمام الشافعي إلى مكة وأقام في مكة سنوات يعني حوالي تسع سنوات تقريبا وبدأ يلقي دروس العلم في الحرم المكي وبعد كده رجع تاني سافر إلى بغداد المرة التانية فقدم إلى بغداد سنة 195 هجرية وقامه هو في بغداد بتأليف كتاب الرسالة هذا الكتاب الخطير في مكتبة التاريخ الإسلامي وفي مكتبة علماء الإسلام في مرحلة مبكرة جدا أنه يصل بهذا العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه إياه المواهب والعطايا اللي ربنا ادهاله فألف كتاب الرسالة اللي وضع به الأساس لعلم أصول الفقه وله كذلك صولات وجولات في مجال علم الحديث الشريف بعد بغداد سافر بعد فترة إلى مصر سنة 199 هجرية وفي مصر المباركة أعاد الإمام الشافعي تصنيف كتاب الرسالة اللي كتبوا للمرة الأولى في بغداد وبدأ بقى ينشر المذهب بتاعه الجديد أهلا وسهلا بحضرتكم سيتم ومحمود عندها طفلين ستة وأربع سنوات هي عايزة تحفظهم القرآن الكريم هي في قرية نائية جدا ما فيش حد في المسجد بيحفظ نتمنى أنه يعني مشروع الكتاب يصل إلى كل مكان في سائر المحافظات ويعود هذا العمل الجميل مرة أخرى لأنه مهم جدا بالنسبة للغة العربية وبالنسبة للقرآن الكريم درجاء ونداء في نفس الوقت وحقول لحضرتك بتقولي أن أنت مجغولة والوالد أزهري لكن مش متفرغ لأنه هو بيشتغل يعني الميسور كما علمنا العلماء الميسور لا يسقط بيه المعصور يعني في حدود المتاح بالنسبة لحضرتك يعني ممكن أن احنا نردد لو في صورة معينة أنا كمان أسمع معاهم واخديها قدر الطاقة إن شاء الله خمس آيات كل يوم ونقرأ من خلال الإذاعة ونصححهم ويعودوا ويحفظوهم وبعد كده حريك بس تقومي على الأقل بالدور أنك أنت تسمعي عشان يبقى فيه متابع وفيه المصاحف اللي بتعلم كمان فممكن نسأل عنها ولا مانع الجيران والأصدقاء نسأل ربما يكون في حد أنت مش وصله له بيكون يقدر يجيلكه ويقدر أنه هو يعلم القرآن الكريم فيه برضو تطبيقات بتنزل على المحمول أو تقدر تنزليها عندك بحيث أنه بتردد الآية أكتر من مر فتبقى ده شيء كويس برضو يسمعوا كتير إن السماع برضو مهمة في مسألة التعلم ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يسر لأولادك إن شاء الله معلم حادق فاهم متقن يعلمهم القرآن الكريم وطبعا أنت لما حتاخدي الجديد اللي هو لسه أنتو بتقرول أول مرة بنحفظه وبعد كده بجيب بقى آيات جديدة فهاجة سمع لهم القديم والجديد بالراحة كده في الأول عشان بعد ما يقطعوا شوت في القرآن اللي حفظناه ما ننسهوش لازم أعمل ورد للقديم اللي تم حفظه وللجديد اللي إحنا بنحفظه يعني حيزيد بعد كده بالوقت فعشان بس يتمكن وما يتفلتش القرآن إيه منه دي طريقة مبدئية إلى أن تجدي إن شاء الله طبعا هو الأساس في هذا العلم التلقي عن شيخ ثقة في هذا المجال وفي نفس الوقت باخد بيتلقى الطالب أو مريد التلون من شيخه ويشوه بينطأ إزاي وبيعلمه زي ما أنتو بتشوفوا معنا في الكتاب زي ما ما شيخنا علمونا لكن هتبتدي بما هو متاح إلى إن شاء الله بإذن الله أسأل الله تعالى إنه يسر لك من يعلمك ويعلم أولادك القرآن الكريم السيدة أمو أحمد ليها أكتر من سؤال بالنسبة للأسئلة بتاعة التفسير هنرجعها لحلقة الرد على الأسئلة عشان تاخد وقتها ونفصل فيها الكلام بالنسبة ليه السيدة أمو أحمد في السؤالين الأولين أول سؤال بتقول هل لازم فيه الصلاة مع كل رقع إن أنا أرفع إيدي يعني الرفع الإيدين دي هيئة من هيئات الصلاة لا هي سنة ولا هي واجبة صاحبة السؤال بالنسبة ليه هي بتكلم داخل الصلاة بتقول بعد كده الصدقة التطوعية لازم إن أنا أتلفظ بيها لو أنا عايزة أتطوع بهذه الصدقة لفك كرب فلان أو فلانة أو توهبها عن فلان أو فلانة نية الصدقة في الأساس حاصلة ولكن نية المقصد اللي أنت عايزة تخصي بيها شيء معين الأولى أن إحنا نستحضرها ونسأل الله سبحانه وتعالى ببركتها ما تريدين وتوهبيها برضو لمن تشاءين اللهم هب مثل ثواب هذه الصدقة إلى فلان أو فلانة وهكذا الأولى بالنسبة لي الأستاذة دعاء ينفع أن تتعدد النية في صيام التطوع وعجبني سؤالنا إنه دقيق نعم يجوز في صيام التطوع أن أنا بيسموها التشريك في النية الفقهاء وتقدري تعددي النية في صيام التطوع ويحصل الأجر إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول بالنسبة لي هي بتسأل سؤالها الثاني لما بتفرج على محتوى هادف يعني فيه معنى راقي بتقول بكيت بشدة جدا هل ده حرام؟ أبدا يعني إذا كان أنت بتقولي ده محتوى هادف بشوف مشهد هادف فيه دراما بشوفها هادفة سواء كانت المحتوى ده أنا بشوفه قدامي عبر السوشيال ميديا أو شيء أنا بشوفه في التلفزيون فدي رقة في القلب بتؤجري عليها إنك تفاعلت مع هذا المشهد اللي فيه قيمة ولولا أنه فيه قيمة ما حرك وجدانك من الداخل ودول أدوا بصورة وأتقنوا العمل فيه بدرجة إنهما حركوا مشاعرك تجاه هذا المعنى الراقي والله تعالى مطلع على القلوب فأبشري واستبشري صاحبة السؤال الكريم الأستاذة سناء بتقول إنها حاسة على طول إنها الناس بتكرهها ما بتقدرش تتواصل مع الناس بصورة قوية وحتى إخوتها ما بتقدرش تفتح موضوعات هي ما بتحبش تتكلم كتير يعني التغافل مطلوب في مثل هذه الأمور والانشغال بالخالق عن الخلق مش معنى كده إن أنا ما يكون ليش أصحاب أنا بس شايفة إن أنا لازم يكون عندي ثقة بنفسك يعني أنت لازم تكون عندك ثقة قوية بنفسك وخلي بالك العلماء الكبار من خلال ما تعلموا من أنوار الوحي كانوا يميلون إلى الصمت وكانوا بيقلفوا كتب في الصمت وإنه ده يعني فضيلة طيبة لإنه بتحمي الإنسان إنه يقع فيه الكلام فيتكلم على حد فيغلط فيتعدى الحد المطلوب منه مش معنى كده أنت طبيعة قليلة الكلام ليه تجهدي نفسك بما هو أكتر من ذلك تشاركيهم تقعودي معاهم بس ما تجريش نفسك بالناس زيادة عن لزوم لازم الإنسان يقول له نشاطات هو ينتفع بها في حياته من قراءة القرآن من الرياضة يلعبها من صحبة خير إن أنا يكونوا دول أصحابه فسالي الله جليسا صالحا أما لو أنت حس أنك محتاجة نوع من الدعم النفسي إن أتكلم مع حد فيقدر ينبهني إلى إزاي إدارة الحوار مع الناس إن أنا أتجنب فكرة أنا فهمة مضامين بصورة غلط فبضغط على نفسي إن أنا لا ده أنا مش عارفة أتعامل أصلا ومش عارفة أتواصل مع الناس يعني حسن السمت في الصمت ده كتاب اسمه حسن السمت في الصمت للإمام الصيوطي أنت معاكي فضيلة كبيرة مش كل إنخراط مع الناس وكل حديث مع الناس بيرجى بل يرجى أن يكسر الإنسان من ذكر الله دي الحاجة اللي إحنا مأمورين بيها وأتعارف وأتواد ويبقى المؤمن يألف ويألف ده بطبيعة الحال في طاع ما نقطرش الكلام عمال على بطال أنت طبيعتك كده تقدري تتفعلي بصور أخرى لو أنا احتكت دعم نفسي في المسألة لا مانع إن أنا أرجع لحد نفسي يعني إلى المواطن اللي ممكن تنمي قدرات معينة في شخصيتي مش عن طريق العلاج دي عن طريق الحوار وجلسات بتعود تتكلمي مع المعالج النفسي بيعين حضرتك وياخد بأيديك قدر طاقته إلى تنمية بعض المواهب اللي ربما تكون هي مهملة لكن أنت احمد الله سبحانه وتعالى على خلقك على هذا الحال إن قليلة الكلام كثيرة الصمت نسأل الله السلام نسأل الله السلام وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينة نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسمول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة